السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله يا شبابي مقطع جديد من لعبة الدين رينك شكرا على دعمكم السطوري في المقاطع الماضية ويا مرحبا مليون بكل مشترك جديد في القناة أحد الحلوين المشتركين حمد عمر يقول لي أقوى سلاح في اللعبة اسمه سورد أوف نايت أند فليم سلاح يعطيك دمج عادي وسحر ونار ثلاثة في واحد وسلاح خفيف جدا نزل مقطع عنه يعني حتى وهو يعرف مكان السيف وما أخذه أحب أنه يفيدكم وفي نفس الوقت يساعدني أني أنشي محتوى فأشكرك يا حمد والله يعطيك العافية يعطيكم العافية جميعا المهم يخوان السيف هذا قوي لدرجة أنه يسهل عليك اللعبة إذا كنت تدور الإيزي مود في هذا اللعبة أول ما ابتديتها فهذا هو الإيزي مود والحلو في الموضوع أنه يمديك تحصل هذا السلاح من غير حتى تقاتل أي واحد في اللعبة في صندوق بس جهز نفسك تتمشور شوية لأنه بعيد خصوصا إذا توقفك ابتديت وإذا أنك متقدم في اللعبة راح حط لك لقطة هذا هو مكان السلاح إذا تحافظ الماب يعني ما يحتاج تكمل فيديو هذا هو المكان بتحصل في صندوق وبتحصلها أما اللي جديد في اللعبة شوية مشوار لازم أني أحط لك الفيديو وكيف أنك توصل هناك عشان لاحد يجي يغسلني في الكومنتات بعدين السلاح هذا يا إخوان السيف هذا مناسب جدا أو أصلا مناسب للبلد تبع السحرة اللي مركزين على الإنتليجنس وكذا راح يعني يدعون لي إذا كان عندك الفيث مش تركيزك يعني في البلد هذا السلاح للأسف ما راح يناسب بلدك فضروري أن يقول لكم هذه الشغلة في البداية السيف مثل ما تشوفون اسمها Sword of Night and Flame الفيزيكال 87 Magic 56 والفاير 56 وإذا طورته بيكون OB سلاح وبرويكم مكان كيف تطوره أو كيف تلقى أحد الحجار اللي يطورونا الحين برجع بشرح أسرع طريقة توصل لهذا المكان إذا كنت في بداية اللعبة طبعا ضروري أنك تكون فاتح الحصان بعد ثالثة غريس وتركض إلى منطقة ماركت اللي ما قتل ماركت فيه طريق ثاني برضه من على يمين القلعة مثل ما تشوفون يمديك يعني تسحب على ماركت وتيجي هذا المكان هذا المكان أنا ذكرني شرحت أول مقطع للفارم قنزلته المهم بعد ما تعدي هذا المكان بتدخل فيه زي الغابة كذا وبتحصل فيها Grace Point مثل ما تشوفون Luke Facing Cliffs المهم تعدي وتكمل فوق لين ما توصل عند بتوصل عند النقطة هذه اللي اسمها Northern Lake Shore في كل ما سعبت عليها ما عرفت قراها طبعا يمديك تيجي من على البحر من هنا في الوسط أو يمديك تيجي من على اليسار ونصيحة تأخذ كل Grace Point تلقاه في الطريق بحيث أنك لو تحتاج توصل بعدين هذا المكان يكون فيه Fast Travel وبنفس الوقت إذا مت أو صار عليك أي شيء في الطريق ترجع إلى أقرب النقطة المهم بعد ما تطرع من عند البومفاير هذا راح تقدم وبتحصل في وجهك Kingslerm Runes بتدخل في وسطه وبتطرع برع وبتلقى في هذه المنطقة فيه زي الباب أو الطريق المخفي اللي هو Dungeon تقريبا اسمه وبتضرب عليه بالسيف مرة وينفتح معك وتكمل طريقك إلى باتجاه القلعة هذه طبعا في الطريقة راح ينزل لك المدري هذا المطر الأزرق المهم انتبه منه وحاول لك ما تركض باتجاه واحد بعد ما ينزل على طول أكثر شوي يمين شوي يسار لما توصل عند القلعة هذه وخذ السايد غريس اللي موجوده بذات القلعة أول ما توصل هنا أول ما تدخل خذ يسار على طول وسيد جنب الجدار وانتبه أنك تموت لن في واحد مات هنا الله يستر عليه المهم جمع الرونز حقه وقدم خلك على حافة الجدار اللي على يسارك وليه ما تشوف الأصبع هذا في وجهك وتطلع فوق الدرج على يسار تطلع الدرج مرة ثانية ومرة ثالثة وتاخذ يسار مرة رابعة وبعدين بتاخذ بعد ما تطلع من هذا المكان بتحصل فيه زي الجسر بتطلع فوق ما يحتاج أنك تقاثل أي واحد تاخذ يسار وبعدين بتاخذ يمين وتكمل فوق الجسر الثاني وبعدين على يسارك بتشوف زي الغرفة كذا أو السطح المهم بتنطف فوقه وبتنزل مرة وبتنزل مرة ثانية والمرة الثالثة وبعدين بتحصل الصندوق هذا موجود وفيه السيف عشان تطبر السيف هذا فيه مكان قريب من المنطقة اللي أنت فيها تنزل تحت على يمين شوي من البحر بتحصل الماينينج أو المنجم فبتدخل بتحصل فيه سايد غريس وبتحصل السيمبر سميثينج ستون اللي تحتاجها في تطوير السلاح بتحصل حارس هنا واقف أو اثنين تقريبا المهم بتعطيهم وضعية سنيكي بيكي كده وتم علق على أروان من وراهم وتغدر فيهم وفيه حجرة ثانية ولكن تطلب شوية خبرة باركور إذا لعبت في داينج لا يتأكيد باركور عندك رهيب فبتطلع هذا المكان بتحصل ستون طبعا ستون ليفل 3 وعطوني رأيكم في الكومنت يا شباب ونشكر رحمد وعمر مرة ثانية والله يطيكم العافية جميعا ونشوكم إن شاء الله على خير في مقاطع جايه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته